أبل أن أخش كابتن الجهاد جريشة كنت أتكلمكم على ملحوظات أربعة في مباريات اليوم قوة ثلاثة عن مباراة الأهلي والإسماعيلي وفضل الرابعة الرابعة من مباراة الزمالك واسموحة والربعة الملحوظة الرابعة تخص إمام عشور إمام عشور النهاردة شارك في الشوت الثاني من مباراة الزمالك واسموح كان مستبعد في المباراتين الماضياتين النهاردة شارك في الشوت الثاني بعدما دخل قائمة المباراة ما بدأش بيه فريرة وأنا قلت لكم إنه سبب استبعاد إمام عشور للفترات الماضية الموضوع بسيط الراجل كان فيه غدا وفريرة عامل أو مدي قرارات إنه محدش يتأخر على الغدا كل الناس تبقى في معاد واحد على الغدا وعلى أشعة والفتار اتأخر الراجل فقاله خلاص إنتا مش معنا لإيه المباراة القادمة ببساطة شديدة كلمة ورد غطاها غلطة بجزا وبس للموضوع كبير ولا الموضوع صغير لما رجع إمام عشور للقائمة فريرة الزكي الزكي ما حطوش في التشكيل الأساسية رغم إنه محتاجه جدا ما حطوش في التشكيل الأساسية إيه وقت تفتاكل لما هرجعك القائمة فأنا مرجعك عشان هموت ولازم تلعب ولازم تشارك وأنا مش هستحمل إنك تبقى بعيدة عن الفرقة لأ هو الراجل الراجل أهم حاجة بالنسباله النظام والالتزام وفاكرين طبعا فاكرين طبعا سيف الجزيرة لما اتأخر من معسكر منتخب تونس ومنضم للزمالك متأخرة قبل مباراة الأهلي مباراة الأهلي والزمالك في أمس الحاجة لأي لاعب الراجل استبعيده عشان كده بعدها سيف الدين الجزيرة كسر الدانيا إمام عشور لاعب مستوى من الموسم الماضي عمالي يعمل كده سعود رهيب إشادات مش طبعية مع منتخب مصر مع نادي الزمالك حاجة رائعة وكلنا قلنا ميزة إمام عشور إن العقلية بدأت تتطور كان لاعب شاب وصغير وبدأ ياخد خبرات وينضج أكتر حرام حرام أي لاعب موهوب يأثر في حق نفسه بأخطاء صغيرة ممكن تأخره بدون داعي حرام حد يفضل يلعب فيه داني إمام عشور بالإجاب يامني أنت مستبالة كهية يامني أنت أفضل لاعب تمانية في مصر دلوقتي مركز تمانية يامني أنت إمكانياتك مش عندها حد يامني أنت هتروع في حتة ثانية خالص أنت بكسر الدنيا مع الزمالك أنت من الأعمدة الأساية في الزمالك أنت ممكن بكرة تبقى في أوروبا ليه يعمل في نفسه كده هو خطأ صغير وعدة مهم أنه ما يتكررش عشي خطأ الصغير لما يتكرر بيكبر مهم أنه ما يتكررش ببساطة شديدة